بالله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم النهاردة يا جماعة اشتريت كشاف إضاءة زي ما احنا شايفين كده كشاف لد كشاف اللد ده أنا جايبه لغرض التصوير وزود الإضاءة طبعا فيه اللي هو الرينج لايت اللي هو مفتوح من هنا ده كده وحوالينه من هنا كده إيه لدات للإضاءة بس أنا صراحة أقولت أجيب ده لأسباب تانية ده ممكن ألزقه في الحيطة قدام المكتب مثلا أو أحطه في السقف ممكن أغاير الرأي واجيب حاجة تانية واستفاد بكذا حاجة وزي ما احنا شايفين ده مجموعة من اللدات اهو أو اللوح أو الرينج ده أو الحلقات ديك مجموعة من اللينجات هنا سلكتين التوصيل الموجب والسالب زي ما احنا شايفين من الخلف ده دي دائرة التشغيل ممكن نعتبرها يعني دائرة تشغيل الباور أو بتاخد المتين وعشرين من هنا بتطلحهم من هنا حوالي من مية لمية واربعين زي ما احنا شايفين كده الأوبط من مية لمية واربعين الأمبير بتاعهم مش عالي من متين من متين وستين لمتين وتمانين طبعا زي ما قلنا بتاخد متين وعشرين فولت طبعا ليه غطة زي ما احنا شايفين الغطة ده اللي بيضي الإضاءة النعمة زي ما احنا شايفين لونه أبيض حتى لونه مش شفاف ده ستة وثلاثين واط زي ما احنا شايفين هون ستة وثلاثين واط يعني قد لونه موفرة صغيرة ما بيسحبش باور كتير لكن إضاءته نعمة طبعا منه فيه ألوان كتيرة زي ما احنا شايفينه خمس ألوان الأحمر والأغدر والأزرق واللي هو اللابيض ده طبعا أنا جبته النوع العادي ده ده جماعة مصنوع صنع في مصر مصنوع في جمهورية مصر العربية وزي ما احنا شايفين محتاج بس طبعا أنا هعمله هوصل له فيشة يعني هاخد السلكتين دولك وعمله فيشة يعني سلكتين واشياء نقدر أشغله وممكن أنقله من حتة لحتة أو من مكان يعني من مكان لمكان طبعا مش هسبته لأ أنا هعمله فيشة طبعا دي العلقة بتاعته زي ما احنا شايفين كده هي صاج وزي ما احنا شايفين اهو جماعة دي كده اهو بتتحط كده طبعا دي هتتسبت في المكان سواء كان كده في الحيطة أو كده وبعد كده هتجيب مصمر هنا ومصمر من ناحية التانية ويتسبت كده اهو ممكن يا جماعة زي ما قلت يتعمل في السقف أو يتعمل مثلا أنا عن نفسي يعني أنا وحطه عندي مروحة ستند هعلقه كده هو في المروحة وهربط فقيه اللي هو حامل التليفون عندي حامل تليفون صغير وهوفر الفلوس وهستخدم ال وهستخدم المروحة كستند زي ما احنا شايفين كده هورر هالكو برضو اهو يعني زي ما احنا شايفين كده يا جماعة اهو دي المروحة الستند اهو هروح رابط هنا كده وخصوصا في الفترة بتاعت الشتة وطبع الستند ده هرفعه الفوق الستند المروحة هرفعها الفوق وهستخدمه وهوفر برضو الفلوس بدل ما هجيب استند بالشيء الفلاني لأ واما لو عاد اصور على المكتب زي ما احنا شايفين كده هصور احطها برضو هنا كده في الحطة قدام المكتب هينوارلي ولو زيقتي من الموضوع ده كله ممكن استخدمها في السقف او ممكن عندنا برضو استند تاني عامله على ايدي استند حديد كده برضو ممكن اعلقه فيه فصراحة هو انا اخترته عشان هيديني كده فايدة ليه وممكن زي ما قلت استخدمه في اضاءة تانية واجيب رنج بعد كده مثلا كبير او احسن طبعا زي ما انا نسيت اقول لكم ده منه احجام احجام كتيرة ده اعطاله يا جماعة بتتلخص في اللون طبعا كله نفس الفكرة اللدات دي متركبة على التوالي للأسف يعني برضو لو واحد باز عمل زي تصليح اللند فهو ينحصر اعطاله كلها في اللمبات او في اللدات او في المجموعة الالكترونية ديك اللي هي بتوحد الباور وبتدخلهم وبتوصلهم من 140 لمية من 140 يا جماعة زي ما احنا شايفين لمية لمتين من 100 لمية واربعين تقريبا بيستحمل يعني دو فيعني اعطاله مش يعني اعطاله مش صعبة وارجو ان اكون اددتكوا فكرة عنه لانه صراحة مديني اضاءة جميلة ونعمة وشكرا اشتركوا في القناة